وعود توفير الكهرباء التي رافقت الحملات الانتخابية في ميسان ضاعت في زحمة السياسة هي الأخرى والحر اللاهب يؤرق المواطن ويوجه نداءه للمعنيين المزيد في هذا التقرير الكهرباء معضلة العراق الأزلية والداء الذي عجز عن علاجه للأطباء فلا تحسن فيها رغم ما صرف عليها مليارات الدولارات منذ عام 2003 حتى الآن ولا تنفيذ للوعود الكثيرة التي قطعتها الحكومات المتعاقبة بتوفيرها للمواطن خصوصا في أجواء الصيف اللهابة من الممكن الاستثمار جزء من مبالغ قانون الأمن الغذائي وما يتعلق ب7 مليون دولار ينتهي أو تنتهي أزمة الكهرباء في عموم العراق بعد أعطاها لإحدى الشركات العالمية كاسيميز أو جنرال موترز أو غيرها من الشركات لا يمكن للحكومات المتعاقبة العراق حتى القادمة منها أن تنجز هذا الملف لكونهم فاقدين كل إمكانات هذا الأمر وبين كي المواطني بلهب الصيف وكي وزارة الكهرباء يكوى المواطن بنار ثالثة وهي أصحاب المولدات جراء رفع سعر الأمبير وعدم الالتزام بتسعيرة المحلية بذريعة قلة تجهيز الحكومي للمشتقات النفطية خلي الدولة تجي تضمن مولدتها أنا الدولة تضمن مولدتي تطيني جار مولدتي وهي جار قاعه خلي الشغل للمواطن خلي الشغل لبلف هي الدولة أنا اليوم أنا أحكي أنه أقول أريد توفر للمواطن أنا أعدي قابلية لمقابل إذا ما يوفر أنا أووفر له يعني مو الدولة أنه تريد تواجه مواطن بمواطن وهي تطلع من عدها ويستغرب المواطن من عدم حراك الكتل السياسية نحو إرغام السلطة التنفيذية لحل المعضلة بعد جملة شعارات تذرعت بها من خلال برامجها الانتخابية بمعالجة المشاكل الخدمية ومن أهمها الكهرباء اليوم نحن نطالب وزارة الكهرباء بزيادة الحصة الخاصة إلى محافظة ميسان بزيادة التجهيز القطاع الكهربائي واليوم على هيئة النزاهة أن تراقب عمل وزارة الكهرباء ما بين عجز وزارة الكهرباء واستغرار بعض أصحاب المولدات الأهلية يبقى المواطن أمام معظلة انصرفت عليها ملايين الدولارات لكن دون جدوى حمزة سلقالات الرابعة ميسان ميسان